السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة اختراع حاجة كده ان شاء الله هتعجبكم. زي ما انتم شايفين كده انا جبت التيني الشوكي وقلت بقى ايه? هعمل منه النهاردة وصفة شفتها على قناة كبيرة. كان شيف يعني في قناة كبيرة كان عاملها. فقلت لازم اجربها انا كمان. زي ما انتم شايفين كده. ده التيني الشوكي. طبعا كان جاي بقشره اصلا. فاحتي جاي غسلية تلت مرات. بقيت احط عليه المية. واروح الجاية مقلب باب المعلقة. وبعد كده روح جاية دلق المية. وحط مية تانية. عملت الحركة دي تلت مرات. يعني انا اش هتأكد ان الشوك كله طلع اللي ما موجود في التين. ماشي كده. وبعد كده بقى آآ وخلاص كاف وش آآ شكوة ولا حاجة. بس برض ايه كنت خايفة الصراحة. امسكه بقدية بقى عشان خاصة انت عارفين حتى ما بتروح تشتري عندي الراجل. وبتبقي وقفة بع عنه وتلاقي الشوك جاية عليك. ما بتعرفش ازاي سبحان الله. اللي هو الراجل بتاع التين. فقلت لأ مش هحط يدي خلص عليه. قلت همسك السكينة كده واروح الجاية ايه? قطعه كده زي ما انتو هتشوف جاية الوقت. بقطع كده من الجناب قطع الحتة دي الاول. وكمان النحية التانية نفس الحكاية برضو. وطبع مثبتة الشوك عليها. وافتح حتة كده من النص وحاجة شاية للجلدة. الحركة دي سهلة جدا جدا. ولا ايدي جاية على شوك ولا اي حاجة حاصة. ولا حس ده بخير وسلامة والحمد لله. فحلوة قوي يا جماعة الحركة دي الاول اخسلوه كزا مرة. ويضلق المية. وبالمعلقة كده وقلبيه مش تخسليه بيديكي. ماشي? وبعد كده ابدأ حط الشوكة كي ثبت الشوكة وقطعها بالشكل ده. تمام? اهو بالشكل ده كده. واسحبيها مية مية تحفة. ولا اي حاجة حصلت. الحمد لله. ماشي كده? بعد كده بقى الاختراع بتاعنا بقى زي ما انتو شايفين معانا السفل ومعانا التين. هنعمل منه النهار ده حاجة حلوة جدا. انا شفتها بقول لك يعني كونا كبيرة كت عاملاها اه شيف كبير فقلت لازم اجربها انا كمان واقول لكم رأيي فيها ايه. فجبت الخلاط زي ما انتو شايفين وهبدأ بقى حط فيها ايه التين كده زي ما انتو شايفين كده برضو. كم واحدة كده حطت ساعتها كام خمسة ماشي? وبعد كده حط على ايه شوية حاجة سقعة لهو سفل. وهضربهم في الخلاط. اهو بالشكل ده. هضربها كويس جدا. طبعا انتم عندك بقى خلاط قوي. هيتحن لك الحبيبات دي كل لا البزر الموجود في التين. صحيحة طبعا ايه الخلاط بتاعنا خلاط عادي فمش هيتحن طبعا ايه? الحبيبات. فانا هضربه كويس جدا كده وبعد ما هضربه راح ايه مصفيه في المصفة. اه وبعد كده بصفيه نبدأ بقى ايه نشوف نعمل لي تاني. طبعا صفيته خلاص وحطته في الشفشة زي ما انتم شايفين. وبعد كده راح جاي بقى حطاه في الكسات. زي ما انتم شايفين كده هو شكله جميل جدا وطعمه حلو. طعم وحلو والله مش وحش. بس طبعا احنا مش واخدنا عليه مشروب نشربه. فمش يعني ايه? يعني الطعم مش كان عجبنا قوي يعني. بس الاحسن طبعا احنا نأكل التين كده ونشرب الحاجة الساعة كده. اما اللي تنين على بعض بصراحة ما حبنهاش قوي بس هو عادي ومشروب حلو وكل حاجة. بس يعني حسب ممكن الناس تقبله والناس لأ. فيا رب النهاردة الوصفة بتاعتي يكون عاجبتكم. آآ قلت النهاردة عم معكم حاجة كده بسيطة وسريعة. ممكن الناس كتلا قوي ت حبها وممكن الناس لأ على حسب. آآ تجربوها وتقولول ايه رأيكم فيها. هتعجبكم ووصفة جديدة واختراح زي ما قلت لكم. آآ ما تنسونيش بقى باللايك. ما تنسوش تدعموني على قناتي على يوتيوب مطبخ المسلسبيل. وما تنسوش تكتب لكم منت حلو وتقولولي بقى ايه? ايه رأيكم في الاختراع بتاع النهاردة. ماشي كده? بس ايه كلمة حلوة. لو كلمة تانية بلاش. وما تنسوش تعطي اللي اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبرك اشتركوا في القناة